تحياتي للجميع بتمنى تكونوا بخير بهذا الفيديو بدي أحكي فيه عن عيد الميلاد احتفال بعيد الميلاد ليش بدي أحكي فيه هلأ بعد ما دخل السن الجديدة السبب الأول أنا قبل ما زيلسي شجرة الميلاد وقبل ما تنتهي عطلة العياد حابب أحكي بهذا الموضوع لكن هذا الفيديو يكون مسجل للقناة للمستقبل تستفيد منه شيء شو بصد تستفيد منه شيء وليش أنا عم بطرحه يعني شو بدي أضيف في هذا الموضوع دائما مجتمعاتنا الضريفة والناس اللي لا تفقه إلا في شيء واحد يعني إلا في الفتوى في أي شيء هذا الموضوع اللي ما بده تعب دائما منشغرين طبعا يعني بلادنا أمورا من أحسن ما يكون ما في عنده مشاكل فنحنا مختلفين هلأ موضوع نعيد الكفار بإعيادهم ولا ما نعيدهم طبعا نلجأ لهم أو ما نلجأ لهم نراك بحس تانية داك أم من حياة أفضل لهدول الناس ببلادنا حتى ما يطلعوا يلجأوا لا أهي تركونا منها الحكي هذا الهريل ما منه نتيجة ومنه أيضا من أحد هذا الهري اللي منهارفي كتير والأسف فيه ناس بتأخذوا على محمل الجد وأنا تحديدا كانت عند عائلة بيمنع أطفاله من أن يحتفلوا بهذه المناسبة لأننا نحنا مش مسيحيين بالمناسبة هذا الكلام خده من شخص غير متدين أنا شخص لا دين أنا أحتفل بهذه المناسبة مثل كتير من الناس اللي عايشين بهذه البرد هنا مش مسيحيين أو حتى كانوا من خلفية مسيحية وهم مش متدينين بيحتفلوا بهذه المناسبة أنا بهذا الصدد أنا مش هقلك أحتفل أو لا تحتفل لكن بدي إلك أنت قبل ما تقول أنا ما بدي أحتفل لأن هذه المناسبة مسيحية هقلك على هدول الرمزين لمظاهر الاحتفال الشجرة والأنوار يعني وسانتا كلوز أو بالفرنسي أو بالهولندي كيرسمان إلى آخره نشوف هل هي رموز مسيحية أم لا طبعا أنا حضيف على هذا الكلام اللي عم بحكيه حتى لا يكون هيك كلامه في الهواء بعض المصادر حتى بصندوق رصفية تتوسع فيه طبعا أنا أول شي هحكي عن شجرة الميلاد كرمز شجرة الميلاد اللي احنا شايفينها بشكلها الحقيقي حاليا يعني اللي فيها كرات حمار وفيها أنوار وهيك هي ما كانت طول الوقت على هذا الشكل تقول الأسطورة المصرية بأنه إيزيس لما أضاعت زوجة إيزي ريسولة وجدته لاحقا على شواطئ لبنان عادته للحياة طبعا برجع أقول هذا الكلام هو الأسطورة فكان برمز إعادته للحياة أنه شجرة الصنوبر اليابسي قد اخضرت فصار هذا الرمز موجود بعض الثقافات القديمة بحضارات القديمة وأشهرها طبعا الحضارة المصرية موجود كرمز للعودة إلى الحياة أنا عم بحكي بهذا الكلام عن ألاف سنين قبل المسيح ممكن أربعة ألاف سنين قبل ميلاد سيد المسيح انتقلت لعدد من الحضارات ولاحقا ظهرت هذه الشجرة في حوالي القرون الوسطى خليني أقول السابع الثامن الميلادي خليني أقول بألمانيا لما دخلت المسيحي لأوروبا وطبعا دخلت متأخرة نسبيا لأوروبا فوجدوا هذا الرمز الاحتفال بالشجرة والشجرة فيها فأس موجود بألمانيا مش معروف تماما وشو أصل هذا الاحتفال يعتقد أنه له أصول وثنية يعني تقديس الشجرة الخصوبة نظارة ودائما الشجرة كانت تكون مخروطية الشكل طبعا على عكس ما يشاع أنه هاي الشجرة اللي تفيى بيظل السيد المسيح الطفل يسوع المسيح رب المجد لا على فكرة المسيح نولد بزريبي يعني ما كان فيه شجرة على الأطلاق فالكنيسة بأول أيام بصراحة ما حبذت موضوع الاحتفال بالشجرة لأنه صاروا المسيحيين الجدد الألمان بهذه الأيام او مبراطورة بروسيا صاروا يحتفلوا بالأعياد المسيحي لجانب وجود الشجرة اللي هي موجودة أصلا بثقافته ما كانت الكنيسة محبزة هذا الموضوع ولم تبنايته لاحقا ننتقل هذا الموضوع أيضا لفرنسا الفرنسيين طبعا شعب بيحب الأكل كتير فراحوا يزينوا هاي الشجرة شجرة نصدور يزينوها بتفاح وشوكولات اللي هي يأكلوها بليلة راسسل ولازال فيه ناس لحد الآن بتحبز هاي العادي الطابات الحمر الكرات الحمر بيحطوها كرات شوكولات وبحطوا فيها شوية سكاكل حتى الولاد تقطفهم الشجرة زال فيه ناس بتقوم بها العادي ولاحقا يعني بفترة لاحقة تم إضافة الشموع إلى أيضا بفرنسا وبدول غير أوروبا لكن هذا الموضوع ما كان شائح ما كان عند كل المسيحيين أو كل الناس اللي بتحتفل بعيد الميلاد اللي بالمناسب انتبهوا لشغلي كتير مهم عيد الميلاد 25 ديسمبر الطوائف المسيحي مش متفقة على موضوع أنه في هذا اليوم ولد يسوع المسيح في طوائف بتحتفل فيه أيضا بستة جنوري وبسبعة جنوري كمان معلومة إضافية لللي بيحب يتوسع فيها يعني نحن هذا التاريخ التاريخ الميلادي لجريغوري التقويم اللي نحن عم نستخدمه بحياتنا اليومية فنحن بنحتفل بانتهاء سنة ومقاء دخول سنة جديدة سعيدة نتمنىها أن تكون سعيدة لكن شجرة الميلاد أصبحت شعبية أكتر لما مالكة بريطانيا شارلوت بالقرن الثامن عشر أنا عم بحكي عن القرن الثامن عشر 1700 وكذا حتى صارت شعبية وصارت تظهر شجرة الميلاد بالاحتفالات وصار يحتفل فيها في الأعياد المسيحية أيضا وأهم ما هي عيد الميلاد وأعياد رأس السنة انتهاء التقويم ودخول سنة جديدة لكن لما التبني هذا الموضوع بشكل رسمي مسيحيا تم إضافة بيسموه بالهولندي التب وهي النجمي في رأس الشجرة نجمي في رأس الشجرة ترمز إلى روح القدس أو كما يسميه المسلمون جبريل الذي حل على التلاميذ أو حلها يسوع المسيحي إلى آخره هذا هو الرمز المسيحي الواضح طبعا تم إزالة الفائس اللي كانوا يضيفوا الألمان للشجرة يعني احتفالا بمبارف بصراحة بحصولهم على الشجرة أو المعنى يبدو كان عندهم يعني من القرن الثامن عشر صارت بشكل الحالي متبقى بضافة النجمي فأنت فيك تحتفل فيها لشجرة الميلاد بإزالة النجمي طبعا أنت عم تحتفل بالسنة بعيدا عن كونك مسيحي هذا بالنسبة لشجرة الميلاد الآن اتنين بالنسبة لبابا نويل أو الرجل الميلاد أو الكيرسمان أو سانتا كلورس سانتا كلورس طبعا أنا ذكرت اسمه بابا نويل أو بيرل نوال مثل ما هو اسمه بالفرنسي بهولندا اسمه الكيرسمان مثل ما قلت رجل الميلاد يعني بالإنجليزي بالمملكة المتحدة بأمريكا بأستراليا بيسموه سانتا كلورس بسلوفينيا اسمه بوزيشك اسم غريب بصراحة باليابان اسمه هوتيشو طبيعي الياباني هوتيشو حسن بسبب ما بعرف بالهند اسمه قانيشا اسمه قانيشا رجل الميلاد طبعا رجل الميلاد فيه كتير أساطير حواليه حاول نشوقه في بعض الناس بتقول أنه هي مرأة كانت تتنكر بهذه الدقن الكثيفة وأصلا فكري تتنكر بزي رجل الميلاد لأن هي كانت امرأة توزع هدايا على الأطفال بدون علمهم وفيه اسطورة الأكثر شيء يوم بتقول أنه هو اسقف الميرا بالقرن الخامس ميلادي هو اللي كان يوزع حلوة على الأطفال الفقراء أثناء نومه بدون ما يعرفه وفيه ناس دمجت الأسطورتين وقالت لا هي كوي كان أسقف ولكن لأن الأسقفية كانت محصورة بالرجال فهي كانت امرأة متنكرة على الدوام بهذا الزي لكن هو بجميع الأحوال هذا اللي وصلنا يعني الموضوع مثل ما قلتنا القرن الخامس الميلادي يعني أو كما وصلنا يعني هو مش في صلب المسيحية ولا موجود في الكتاب المقدس ولا أي شيء على الأطلاق وصادف أنه هذا الرجل مات بديسمبر هذا سبب ربطه بعيد الميلاد صادف أنه مات في ديسمبر فلاحقا العادي في ناس توارثت عنه وصارت تلبس هذا ازاي وتروح توزع على الأطفال وبتعرفوا القصص اللاحقة اللي صارت أنه إذا الولد عمل منيح فهتجي هدية وإذا حط جزرة للحصان طبع بابا نويل فبابا نويل حيجي حط له هدية وإذا كان لولد حباب حتكون هديته أحسن وإلى آخره أما هاي الصورة المعروفة اللي نحن نشوفها ما حدا حطوا برسام حطوا عنده بالمرسم ورسموا له سانتا كلاوس هي صورة أنا شخصيا هاي المعلومة بعرفها لأول مرة هو لرسام أميركي اسم كليمنت كلارك مور كتب قصيدي The Night Before Christmas سنة 1823 والرسمة هي متل ما تعرفوا أنت قلت القرن الخامس بعدين أقول القرن التسطعاش تقريبا 1823 فهذه الصورة هي صورة تخيلية بحتي رسمها هذا الشاعر والرسام ظهرت بكتابه وانتشرت يعني مثل ما انتشر أي شيء بتتمنى الناس وتشوفها أنه هي الصحة أنا ليش أعطيتون هذا الموضوع كلها أول شيء بعيدا عن المعلومات اللي قد لا تكون هي مثيرة بالنسبة للكثيرين لكن حالكم بفقا لهذه المعلومات نحن بنوصل لعدة نتائج من حد هذه النتائج أنه هذا الموضوع هو مش متأصل بالمسيحية احتفالك بالشجرة أو برجل الميلاد هو موضوع مش مسيحي بحد هو موضوع نهاية سنة ميلادية وبداية سنة ميلادية جديدة اثنين انت ما عم تحتفل بتاريخ ميلاد المسيح لأن أكتر الناس أو أكتر الطواف المسيح مختلفين على ولادة المسيح في أي يوم هل هو بخمسة وعشرين ستة وعشرين ستة ينواري أو سبعة ينواري ولا تستغرب أنه بعرف كتير الناس أنا أورثودوكس تحديدا من أحد أكبر في أيضا هرتقة وبيحتفلوا بسبعة جنواري مع سابق الإصرار والتراصل في الميلاد فكونك شاركت الفرحة مع أطفالك كانت مناسبة حلوة لحتى يفتحوا الهدايا لحتى أنت تستمتع فيها لا أرى في هذا الموضوع أي شيء حيؤثر على اعتقاداتك الدينية ولن يجعلك مسيحي بحال من الأحوال بعرف أنه أنا بهذا الفيديو يعني أعطي قيمي لشيء لا قيمة له لكن أنا كشخص عمل بشأن الاجتماعي بحب دائما حاول أرشد أو حاول ضيف نصيحة للناس القادمين الجدد لهولندا شوف أنه هذا الموضوع ضروري نحكي فيه ضيف معلومة صغيرة أو ضيف طريقة تحليل صغيرة لحتى قبل ما تجيب القناعات المسبقة معك تحاول تقرأ تدور ما تاخد مني كلام مطلق حطل مثل ما قلت بصندوق الوصف شوية روابط بعدين تبني قناعتك الشخصية أنت معه وضده ما تستنى التوجيه تجيك من شخص هو متعيش على فكرة أنه لا تحتفل لا تعيد لا تبارك بالعيد لا تسلم إلى آخره بصراحة لو هذا الموضوع أنا شايف فيه أي خير بغض النظر عن كوني شخص غير متدين كنت قلت لك أوكي لفل نأخذه على محمل الجد لا كون قناعاتك الخاصة وخليها مناسبة للفرح وخليها مناسبة تفرح الأطفال خليها مناسبة حتى تقضي صهرة حلوة مع أصدقائك وتحتفل مع الناس بالبلد اللي أنت عايش فيها وتكون جزء منها لهاي الثقافة أنا ما عمقول أنه أنت تورسها وأنه أنت تلتزم وتتزمت فيها أكثر من أهل البلد نفسه لكن إذا كنت بتشوفه مناسبة جيدة حلوة حابب تحتفل فيها ما تخلي نصائح بعض المتطرفين أو فتاواهن تمنعك على الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة وتفرح مثل ما قلت أطفالك أو الناس اللي حواليك بهدية أو بكرت معايدي أو بالتقاليد الهولندية المعروفة نحنا عنا نحنا بيأكلوا اللي هي كتير متزمتين فيها برأس السنة فتلاقي ريحت الزيت مع باي الدنيا كله عبي اللي هي النسخة الهولندية من العوامي أو الكرستستول اللي هي البسكوتي الدهيني جدا الملياني سكر ومحشية بعد جينة اللوز بيأكلوها بصباح الكريسماس أو بتعمل زينة بسهرة رأس السنة بتعمل طاولة كتير كبيرة وما بتتعشى والعشة بيكون آخر الليل وهو مقبلات وأشياء من هاي الطاولة اختار الكمبنيشن المناسبة إلك تحتفل فيها بتمنى تكون سنة سعيدة وأفضل على الأقل من السنة السابقة بعد ما مرجع تكون كورونا وقدرنا نحتفل بهاي المناسبة بشكل لائق على الأقل سلاوين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر